السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسائل فل على كل المتابعة في اليوم السابع أهلا بيكو يارب تكونوا بألف صحة وسلامة أكيد كلكم بتتابعوا المباراة المرتقبة كلنا بنشوف المباراة أنا في الملعب المباراة بس ارتدفل كده عشان تسمعوني طبعا لو اتكلمت في الملعب محدش هيسمعني خالص فأرتدفل كده من جوة وأكلم معاكو شوية خدت يعني قضت مرائبين المباراة بنوجه لهم الشكر طبعا يعني خلاص شوط سلبي ديها 47 و 52 ثانية لوقت المختصف بدل الضايع 5 دقايق متجهين لشوط سلبي ولكن بخلاف الشوط السلبي اللي في الملعب ولكن مباراة كبيرة من على الخطوط جوميز طبعا وكولر المديرين الفنيين ومباراة أكبر في المدرجات يعني طبعا بعد السماح بدخول أدوات التشجيع جمهور النادي الأهلي جمهور النادي الزمالك عاملين ملحمة هنا في ملعب الأول بارك يعني حاجة كده بصراحة محترمة جدا تشجيع مثالي كل فريق بيشجع في رقيته كل فريق يعني مهتم بفريقه محدش مفيش أي تجاوز مفيش أي كلام ما شاء الله بصراحة حاجة محترمة جدا جدا أعتقد كلنا شفنا المنظر الحيالي والمنظر الجميل اللي كان قبل المباراة يعني مفيش بعد كده توتي زمالكاوي بتشيرت نادي الزمالك الاسطورة رونالدو بتشيرت النادي الأهلي اسطورة التدريب جوزي مورينيو وهو اللي نازل بالكاس وهو يعني اللي أعطى إشارة البدء في المباراة دار حديث كده سريع يمكن أنا بالصدفة كنت موجود جنب دكة بودلاء النادي الأهلي ودار حديث سريع بين مورينيو وبين كولر يمكن هو حرس جوزي مورينيو راجل محترم جدا بصراحة حرس على مصافحة كولر وكل دكة النادي الأهلي وكمان مصافحة جميز طبعا بلده طبعا ابن بلده جميز وكل دكة النادي الزمالك ولكن الموضوع كان في دكة النادي الأهلي الراجل دار بينه وبين كولر حوار بسيط كده سمعته طبعا تمنى له التوفيق وقال له ان هو يعرف الأهلي جيدا وانا لقيت بعد كده ان الكلام ده هو قاله فعلا في الستوديو ما كنت فرقتش أنا على الستوديو ولكن قال له نفس الكلام وقال له ان هو عارف ان الأهلي واحد من الأفضل الأندية الأفريقية برضو اتمنى جوزي جوزي مورينيو التوفيق واكده طبعا ان هو بيعرف نادي الزمالك وعارف كواس جدا ان هو نادي كمتة كبيرة جدا هو عارف قد ايه ان هو كلاسيكو عظيم وكلاسيكو كبير بدليل ان كل يعني الدول بتتهافت ان هي تاخده على أرضها وبنشوفها والسعودية وغدى يعني كلاسيكو واعتقد ان هي بفيه بعد كده يعني على طول الكاس ده ممكن تلاقي برا مصر بخلاف طبعا السوبر اللي على طول بتلاقي برا مصر والتحديد في الإمارات اعتقد كمان ان بطولة الكاس مقرارة النهائية هممكن بشكل كبير تقام برا مصر في أوقات كتير البداية اهم في السعودية وبصراحة البداية كانت ولا أروع شفنا طبعا مكتة الكاس العملاء اللي ابتدى اللي كان قبل المباراة وشفنا يعني اشكال وحاجات بصراحة عمرنا ما شفناها طبعا الاخراج عظيم مخرج نهاي كاس العالم موجود الحكم لحد دلوقتي بيقدم أداء كويس جدا تشكيلة النادي الاهلي كان فيها مفاجئات كتير اعتقد كلنا اتفاجئنا بتشكيلة النادي الاهلي اتفاجئنا بكريم ندفيد اتفاجئنا بكهربا كولر دايما بيؤكد ان هو ما عنده سوابت كولر دايما بيؤكد ان اي حد هتوقعه هيفشل محدش هينجح في توقعه لكولر المهاردة كل الناس كانت متوقعة وانا قولهم ان مودست هيكون المهاجم الاساسي للنادي الاهلي ولكن كولر ضرب كرسي في الكلوب ودفع بكهربا رغم طبعا الكلام الكتير عن وجود خلافات ورغم الكلام الكتير عن وجود أزمة بينهم طبعا على خلفية اتفرح شفيقة كهربا ولكن زي ما بقول لكم كولر الراجل ما عندهش كلام دوت هو بينفذ اللي في دماغه بس بينفذ اللي هو مقتنع بيه بس وبالفعل دفع بكهربا بشكل اساسي كمان يعني مرولة عطية النجم الكبير اللي يعني ده يمكن التغيرة في التشكيل اللي خلت بعض الناس يعني مستغربين شوية من تشكيلة مستر كولر مرولة عطية النجم الكبير اللي بزغر بشكل كويس جدا في الفترات الاخيرة بيجلس على دكة المدلاء لصالح كريم ندفد وموجود كمان عمر السلية طبعا في التشكيلة الاساسية دايما بيفاجئنا مستر كولر ممكن في الوجوم ما كانش فيه مفاجآت كثيرة على مستوى الاطراف سواء حسين الشحات سواء بيرسي تاو طبيعي ان حسين الشحات يتواجد طبيعي ان بيرسي تاو يتواجد كهربا كان هو المفاجأة بتاعة التشكيلة طبعا هو كريم ندفد في الدفاع برضو سواء محمد عبد المنم او رام الربيعة او علي معلول او محمد هاني ما كانش فيه اي مفاجآت ولكن كولر على الاقل كده لازم يديك مفاجآتين من تحت لتحت كده على الجانب الاخر جوميز يمكن ما بيلجأش للمدرسة دي الراجل تشكيلته يمكن احنا من يومين متوقعينها من يومين عرفينها محمد طبعا عوات في حراسة المرمى المسلوسي حسين عبد مجيد طبعا اللعيبة اللي هم يعني القوام الاساسي بتاع نادي الزمالك عمر جابر كمان كان موجود طبعا مصطفى شلبي بنتكلم في عبدالله السعيد بنتكلم في اوباما اللي كان يعني مش هنقول مفاجآ ولكن كان فيه مفضلة بينه وبين ناصر مهر لحد ما استقر مستر جوميز على يعني اتدفع به اوباما محل ناصر مهر وطرق ناصر مهر على دكة بودلاء السلسي الهجوم يمكن هو برضو مثبته مستر جوميز في اللحظات في الهيام الاخيرة وفي الفترات الاخيرة مصطفى شلبي النجم الكبير احمد سعي ازيزو نجم الفريق وناصر مانسي ناصر مانسي اللي ما كانش بيشارخ خالص مع نادي الزمالك وكان يعني في التلاجة مع اوسوريو بقى ومداربين وطبعا كل مداربين نادي الزمالك اللي فاتوا واناكن يعني ناصر مانسي بيعيد اكتشاف نفسه مع مستر جوميز متواجد كمان سيف الجزيري المهاجم التونسي الكبير متواجد عديدة البودلاء النجم الكبير شيكبالة متواجد عديدة البودلاء اعتقد ان كمان دكة بودلاء الاهلي ودكة بودلاء الزمالك دكتين اقوية جدا 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 يعني شوط طبعا سلبي للأسف يمكن دايما احنا بحب الاهداف خلاص ديئة 52 يعني اعتقد الشوط الاعرب ان هو يخرج سلبي لماذا لو الزمالك عنده يعني رأي تاني بضربة الحرة المباشرة يعني عبدالله السعيد على القورة واحنا عارفين لما يكون عبدالله السعيد على ضربة الحرة المباشرة اكيد الموضوع مش هيكون سهل ولكن لحد دلوقتي الاعرب خروج الشوط ديئة 53 سفر سفر ولكن فيه ضربة حرة المفروض الحكم يعني هيؤمر بتنفيذها الاول قبل انهاء الشوط ولكن في مكان مميز ابضالله السعيد معروف ان هو يعني جايد جدا في الكرات السابتة دي يعني تلعبت ولكن خلاص دفاع الاهلي بعدها يعني خلاص الشوط خلاص الحكم بيبص في ساعة اهو وانحنا بنتكلم يعني الكرة عيلية ما عملش بقى المشكلة او الكرة تعتليا المدريد الهدف الشهير قال لكم الكرة في الهوى لا مش ها مش ها الشوطة قوية يعني كان ممكن الزمالك يتقدم في الدقاية الاخيرة ولكن ما تقدمش والحد دلوقتي النتيجة سفر سفر مصطفى شوبير طبعا الحارس اه الصغير الانلاق بصراحة مصطفى شوبير بيقدم اداء كويس جدا مع اه نادي الزمالك امام عشور يا جماعة امام عشور يعني بيزبط ان هو لعب زاكي يعني طبعا اكيد كلنا عارفين ان امام عشور بيبقى عنده اه زي ما بيقولوا كده اه تربص من جانب اه نادي الزمالك ومجمهيد نادي الزمالك بعد انتقاله طبعا من نادي الزمالك لنادي قال لشوت خلص خلاص اه فهو شوت سلبي زي ما قولنا في الانوان امام عشور يعني معروف انه هو راجل اه زاكي زاكي جدا امام عشور بصراحة فكرة انه هو اه لقى ان الجمهور في بعض الجمهور كده بينقى وشور بعض الجمهور يعني بيحاول يخرجوا عن شعوره الراجل اول مقرحة يعني اول ملاعب من نادي الزمالك وقع على الارض او يعني اه حسب اصابة راجل خرج الكورة وقف اللاعب وعمل بيده كده وقف اللاعب وخرج الكورة طبعا ده زكاء زكاء من اللاعب كبير انه هو عايز يمتص قدب الجمهور لما جمهور نادي الزمالك يلاقي ان امام عشور بيعمل كده فبالتأكيد يعني هيكون رد الفعل ايجابي اه جدا يعني طبعا شعور خلص اللاعبه يمكن خرجه يعني اكيد مش راضي عن النتيجة ولا لعابة النادي الآلي ولا لعابة نادي الزمالك مش راضيين ولكن طبعا اه في مصافحة طبعا من جانب اه جهاز الفاني النادي الآلي وجهاز الفاني لنادي الزمالك لللاعبين اه شعورت التاني هو شعورت الحسم زي ما انتم عارفين المباراة دي لا تقبل القسمة على اثنين نهائي الكاس معنى انه لازم يكون فايز حتى لو النتيجة اه انتهت بالتعادل زي ما هو حصل كده في الشعورت الاول سفر سفر لو الشعورت التاني انتهى سفر سفر هيكون فيه شعورتين اضافيين لو الشعورتين الاضافيين انتهوا بالتعادل هيتم لعب ضربات ترجيح لحسم الفريق الفائز بالمباراة طبعا يعني زي ما قولنا احنا مابدين قطة ورعبين المباراة بنوجه لهم الشكر طبعا قطة العادل محفوظ طبعا مرعب المباراة بنوجه له الشكر طبعا ان هو ساب لنا الغرفة بتاعته نطلع لايف منها لان القصة في الملعب طبعا صعبة جدا جدا ونجل شكر طبعا لمرعبين المباراة كلهم طبعا على رأسهم قطة العادل محفوظ مرعب المباراة ويعني بصراحة لحد دلوقتي الشكل كويس جدا الشكل محترم جدا جدا التنظيم على افضل ما يكون اه هنلعب في السعودية ولكن التنظيم بصراحة يعني حاجة محترمة جدا 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 طبعا احنا المصريين طبعا هما اللي عايمين بالدور بالاتفاق طبعا وبالإشارة مع اخواتنا هنا في السعودية ولكن بنواجه الشكر طبعا لكل جوانب مصريين طبعا واخواتنا في السعودية طبعا اللي عاملين مجود كبير جدا جدا قطة العادل محفوظة هو معنا اهو يعني بنواجه له الشكر قطة العادل بنشكرك وبتوفيه ان شاء الله فيه وورا كله صحيح مصري كله الصحيح نعادل لا نطلع في اليوم السابع ونجي لهم الشكر طبعا لحد الوقت المنظر جميل نحسن كنت نعادل على الصورة اللي خادها ما شاء الله تصور في صورة مع كل أساطير الدنيا الأسطورة رومالدو والأسطورة توتي ومورينيو والأقبت الأهل والأقبت الزبالك محمد الله هو طبعا زمان العزيز واقفت لقاءات قوية جداً جداً قبل المباراة متواصرين منه شغل كبير إن شاء الله بإذن الله بعد المباراة يعني مباراة قوية الجمهور بصراحة إن كده إحنا بناماشينا مع الجمهور يعني حالة انبساط كبيرة جدا جدا هنا في السعودية بإقامة المباراة هنا كلنا عارفين إن الجالية في مصر الجالية هنا في السعودية الجالية المصرية كبيرة جدا 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 هنا مليئين المدرجات وعايز أقول لك إن برى الملعب كمان يعني شاشات أملاقة وشاشات كبيرة جدا جدا لكل الناس يتفرغوا على المباراة الاعتمام بالمباراة مش من المصريين بس، الاعتمام بالمباراة من أخواتنا السعودين ومن أخواتنا العرب اهتمام كبير كلاسقوا فعلاً كبير نهاردة الفايزة بنفقر ناس الفايزة haifوز بمليون دولار مليون دولار كده مرة واحدة للفايزة حصل عليها الصاحب المركز التاني او الخاسر النهاردة 350 000 دولار أفضل لعب المباراة 50 000 دولار بخلاف الكاس التقليدي اللي كلنا عارفينه الكاس مصر البطولة العريقة جداً هيكون فيه كاس من الزهب الخالص. اه زي ما اقول لكم كده. كاس من الزهب الخالص بتصل قيمته اللي بدلو خمسين الف دولار. كلنا هشوفنا طبعا الحفلة البداية مع النجم الكبير عمر دياب. نجمنا طبعا النجم المصري عمر دياب. في حاجة في الدرج بس اه. عادي. ايه. درج. احنا زي ما قلت لكم بقى احنا ايه? واخدين الاوضة بتاعة المورابين فلازم ايه? ترحمد هزائر طبعا بدرجاله التحية. فيعني ايه عليش بقى فيه شوية شوك. عشان تبعين طبعا لو خرجنا برا الملعب. ولا هتسمعوني ولا هاسمعكم. عشان اعرف نتكلم نقول اي حاجة. ان شكر طبعا الجمهور اللي موجود في المداركات الملعب النهاردة. صراحة منظر حضاري جدا. نتمنى ان المنظر يكتمل بالشكل ده. ان شاء الله باذن الله في التتويق كمان هيكون المنظر اه جميل جدا. ومنظر كويس جدا. نتمنى بس ان في الشوت التاني المستوى الفني يزيد شوية. كنا متوقعيني ان المباراة على المستوى الفني اه تظهر بشكل افضل من كده. ولكن باذن الله في الشوت التاني يكون المنظر افضل كده بكتير. والمنظر يكون اه كويس جدا. والمستوى الفني يرتقي بشكل كدير. داخل تخطيتنا النهاردة وباذن الله بعد المباراة هنتكلم تاني وهنتكلم في خواريس كتير. ان شاء الله باذن الله نشوف بقى مين الفريق العفوز بكاس مصر في النسخة الحلال. شوفوا